السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة ونحن في ختام هذا الشهر العظيم وهذه الأيام الفاضلة والليالي الشريفة التي مرت سراعا كأنها ومضة برق وكأنها لمحة بصر ما إن حل إلا أن رحل ولا شك أن المؤمنة في كل لحظة من لحظات هذا الشهر يتمنى أنها لو كانت ذهبت في طاعة وفي عبادة وفي قربة إلى الله عز وجل لأن هذا الموسم كما تعلمون موسم تجارة موسم مضاعفة الأرباح فالله تعالى فتح فيه أبواب جنته وأغلق فيه أبواب ناره وقال عليه الصلاة والسلام إن مناد ينادي يا باغ الخير أقبل ويا باغ الشر أقصر فالجنة أيها الإخوة هي أعمال صالحة أبوابها تمثل الأعمال الصالحة باب الصدقة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الريان، باب الصيام وهكذا النار والعياذ بالله كذلك هي أبواب وكل باب له عمل سيء أو يدخل منه أهله فلذلك ينبغي للمسلم دائما أن لا يقتصر خوفه وحذره وطلبه للجنة فقط في رمضان فإنه لم يخلق لرمضان أنت خلقت لعبادة الله تعالى في رمضان وفي غير رمضان قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هو الموت لقول الله تعالى وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فليس هناك أمد وحد لأعمال العبد المؤمن إلا الموت قال عليه الصلاة والسلام لا يشبع المؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الموت فمنتهى المؤمن هو الموت غير ذلك هو مجد ومجتهد لأن الجنة تحتاج إلى صبر وكذلك النار السلامة منها يحتاج إلى صبر فالنار قد حفت بالشهوات ومن لا صبر له عن الشهوات يقع في النار عياذا بالله وهكذا أيضا الجنة حفت بالمكاره ومن ليس له صبر على المكاره لا يحصل على الخير ولا ينال ذلك الثواب المعد لمن صبروا قال جل وعلا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ولا بد لنا أن نتذكر أن الاستقامة تعني الاستمرار على الطاعة إذا لم تكن مستقيما فإنك لا تستمر المستقيم الذي قال الله عنهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هم أناس مستمرين على الطاعة ومبتعدين عن المعصية صابرين عن الشهوات حتى يأتي الوقت الذي ينالون فيه موعود الله تعالى كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق إنسان يصبر لأن وعد الله حق لا يتبدل ولكن من خلال هذا الشهر يتبين لك أن الناس يختلفون في الصبر فدرجات ومنازل تبين من خلال الأعمال فإن هناك من صبر حتى ختم القرآن ثلاثين ختمة أربعين ختمة خمسين ختمة ذكر عن الشافعي ستين ختمة هناك من صبر إلى درجة أنه حتى يعني وإن كان مسافر تجد أنه يصوم لا يريد أن يفطر لأنه يرى أن المشقة هي الضابط عنده المشقة ولا مشقة وقت براد وكذا فبعض المسافرين لا يفطر بعضهم لا يصبر يريد الأجر والثواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في إحدى سفرياته ولم يكن صائم إلا هو وعبد الله بن رواحة وكان الحر شديد ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم الناس الآن في منهم من في نهاية الشهر ستجد فرحته أكثر لأن صبره أكثر فرحته ستكون أكثر خذ مثالاً حينما يكون الإنسان صابر على الصوم على الصلاة بالليل على قراءة القرآن على الإنفاق ويضف إلى ذلك أنه معتكف في مسجد العشر الأواخر مثلاً هذا الاعتكاف هو بمثابة كأنه السجن لا يستطيع أن يخرج وكما قال تعالى وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في المساجد ففي بيت الله جلس عشرة أيام بلياليها إذا قيل غداً العيد ستكون فرحته أكثر من فرحة الصائم هذا الصائم لكن هذا قد أفرج عنه وخرج من المعتكف الذي كان متعبد فيه لله وصابر محتسب ففرحته أكثر هكذا الناس عند الموت عند الموت ستجد أناس أصبر من ناس وفرحتهم عند الموت أكثر كما أننا أسلفنا وبيّننا أن فرحة الصائمين فرحة المعتكفين فرحة تختلف في نهاية المطاف يختلفون ولذلك عليك أن تعلم أن عند الموت يختلف الناس بحسب صبرهم في هذه الحياة فهناك من هو صابر على البلاء صابر على تربية أولاده تربية صالحة يوقظهم للصلاة يتعب ليستريح إذا مات تجد أنه صابر على متابعة أهله وزوجته وبناته في الحجاب في التبرج في عدم الاختلاط بالرجال في نهيه عن مواطن الريب وأماكن الخطر فهو متيقظ وحريص على عوراته ويعلم أنه إذا فقد الغيره فقد الدين وأن غيرته تحتاج إلى صبر فهو صابر يتابع أهله ويعلم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا فإذا رأيت ذلك عرفت أن الناس في هذه الحياة متفاوتين ولذلك الله جل وعلا يقول لنبيه ليس فقط اصبر فاصبر كما صبر أولو العزمي من الرسل ليس المقصود أن تصبر فقط وإنما أن تكون أصبر من غيرك فكلما كنت أصبر عند الموت ستكون أكثر حظا قال الله جل وعلا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فالحظ العظيم جاء معيش مع الصبر العظيم وكلما كان صبرك عظيما كلما كان حظك عند الموت عظيما شريطة أن يكون صبرك على حق ولذلك قدم الله تعالى الحق على الصبر فقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لأنه قد يكون الإنسان صابر ولكن على الباطل صابر على ماذا؟ على باطل كما قال الله تعالى في حق المشركين أن يمشوا واصبروا على آلهتكم اصبروا على آلهتكم لا تتركوا الآلهة لقول الأنبياء ولزجر الأنبياء وتخويف الأنبياء لكم اصبروا على هذه الآلهة أن يمشوا واصبروا على آلهتكم يعني اصبروا على الباطل فلذلك ينبغي المسلم أن يعلم أن الصبر لا بد أن يكون على حق وكم من صابر على بدعة هذا الناس صابر على المولد الشريف والإسراء والمعراج وغيرها من البدع التي تجد وتحدث في طول العام فتجد أنه ينشط في البدعة ويهتم وإذا جاءت السنن جاء رمضان جاءت ست شوال تجد أنه يتوارى أو صيام شعبان فضله تجد أنه يتوارى أو يكون ضعيفا لماذا؟ لأنه قد شد مئزره واهتم بالباطل فاستهلك كما يقال إنسان مستهلك طول العام من مناسبة إلى مناسبة من مناسبات الباطلة فإذا جاءت المناسبات الحقيقية كمناسبة رمضان مناسبة صيام شهر الله المحرم المناسبات حقيقية جاء فيها النصوص الشرعية الواضحة الصريحة متفق على صحتها فتجد أنه يضعف ولذلك علينا أن نصبر على الحق وأن يكون يعني اجتهادنا في الحق وأن نكون مستمرين مستقيمين لأن القضية ليست فقط أن تكون في الدنيا يعني تقول أنا صبرت والله لي شهر وأنا صابر لا مسألة إلى أن الموت إلى أن تموت كما قال أحد السلف اجعل الدنيا يوم صومك واجعل الموت يوم فطرك كيوم الصائم وأعلم أن تشابه واضح تشابه واضح فمثلاً في الطفولة كأنها أول الصوم في النهار أول النهار يصير واحد متسحر ما هو الجوعان ولا عطشان فطفولته ما في مشكلة يأتي الشباب أقوى شيء وأخطر شيء كونه شاب ولذلك قال شاب نشأ في طاعة الله فتحتاج هذه المرحلة إلى ملاحظة وحذر حتى تعدي حتى تعدي هذه المرحلة بسلام ثم يأتي عد مرحلة الشيخوخة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذكر منهم شيخ زاني يعني قد قارب أن يصل قبره وأفسد قبل أن يصل القبر يعني ما مثل الصائم الذي لما قرب الفطور بقي عشر دقائج أو نص ساعة أو ساعة أو بعد العصر أفطر فلا هو أفطر من أول النهار ولا هو صبر حتى تغرب الشمس فتنتبه يا أخي المسلم إلى أن عمرك كذلك اجعل الدنيا يوم صومك واجعل الموت يوم فطرك عند الموت هناك من يفطر على ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ويقال له طبتم فادخلوها خالدين ويقال سلام عليكم بما صبرتم فنعمع عقب الدار كان أن يمر بآل ياسر وهم يعذبون أنت تعذب أنت ما في تعذيب أنت الآن فقط شهوات وإغراءات ومحاولات من بعض المواقع من بعض الأماكن لإغرائك في لكن أنت انتبه لأن القضية ما هي شديدة عليك فلماذا أنت تترك الحق تترك الجنة تترك مشروعك الكبير الفوز بالجنة والنجاة من النار هذا هو مشروع الكبير مشروع ما هو مشروع بيت تحصل عليه وتروح وتخليه إذا جاء الموت ولا سيارة ولا منصب ولا رصيد كل هذا تذهب وتتركه لكن مشروع الجنة والنار هو المشروع الأكبر قال صلى الله عليه وسلم حوله ما ندندن أي الجنة والنار فمن زحلها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فنتحافظ على هذا المشروع الكبير لا تخسر هذا المشروع وذلك حينما تكون غير صابر اصبر إن وعد الله حق الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم كل الآيات تدور على الصبر في القرآن الكريم حوالي أكثر من تسعين موضع في كتاب الله هو كله عن الصبر ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم رسول الله سلم ماذا يقول يقول ما أعطي عبد عطاء خير وأوسع من الصبر ويقول شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فالبلاء يحتاج إلى صبر وأكثر الناس بلاء هم الأنبياء فاصبر يا أخي المسلم فإنما هي ساعات ثم يقال فلان أمت اصبروا تذكروا الذين كانوا معكم في العام الماضي الآن هم تحت التراب كنا نقول لهم ويقالوا لهم ويسمعون اصبروا إنما هي أيام فإذا بهم في هذا الرمضان ليسوا معكم هم الآن تحت التراب فالإيسان يتخيل نفسه لو أنه واحد منهم والمطلوب منك أن تصبر حتى تظفر فإن النصر مع الصبر النصر مع الصبر والخاتمة الحسنة لمن استقام إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة هذه خاتمة خاتمة حسنة لأنهم استقاموا حتى دعائك الآن أنتم دعوتم في رمضان في القنوت لأيما يدعون أن تدعي في رمضان تدعو الله عز وجل عندك دعوات تسأله مسائل ما الذي اشترط الله في ذلك اشترط الاستقامة قال قد أجيبت دعوتكما إيش وهو هارول موسى فاستقيم الاستقامة على الحق سبب في مجيء المدد والعطاء من رب العالمين متى ما صبرت سيعطيك الله عز وجل ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه العزيز فليستجيبوا لي بعدما قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان في شر أنت استجيب فإذا استقامت استجبت فالله سبحانه وتعالى سيعطيك قطعا سيعطيك إذا كنت صادق فإنه مع الصادقين أني معكم لأن أقمتم الصلاة كن مع الله سيأتيك المدد سيأتيك العطاء ستجد نفسك في يوم من الأيام حصلت على خيرات ما توقعتها من فضل الله تعالى بتقوى الله جل وعلا وما يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب فلذلك علينا أن نصبر فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد وها أنتم رأيتك كيف الذين صبروا في هذا الشهر الكريم سيفرحون في العيد والحمد لله أما الذين ما صبروا وأفطروا وظنوا أنهم يعني أذكياء والآن انتهى الشهر قرب ينتهي سيندمون من أفطر يوما من رمضان لغير عذر لم يجزه صيام الدهر كله لو صام لو صام السنة كلها لم يكفر عن يوم فأبشروا من صبر فيبشر بشر الصابرين كما قال الله جلعة وبشر الصابرين وبشركم وحتى الملائكة في يوم العيد تقف على أفواه الطرق وتبشر الصابرين وتقول صمتم وقمتم وواله وتذكر وهذا يوم الجوائز هذا يوم الجوائز فلو أذن الله برؤيتهم لرأيتموهم في أفواه الطرق كما قال وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذن علينا أن نعلم أن هذه البشائر ستكون أيضا يوم القيامة كما قال جل وعلا تتلقاهم الملائكة تتلقاهم بماذا؟ بالبشرى سلام عليكم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقب الدار الملائكة يدخلون عليهم من كل باب فما أشبه ذلك بصوم رمضان ونهاية المطاف فأسأل الله تعالى عنه يكن من من صبر قليلا واستراح طويلا وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرا استمروا 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 عندكم قيام الليل ما هو فقط في رمضان عندكم الإنفاق في سبيل الله ليس في رمضان الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما قال في رمضان وهكذا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فالإنسان يستمر على الخير حتى يلقى الله عز وجل ويعلم أن أن كل يوم من أيام عمرك كل لحظة لها ثمنها وقيمتها وقدرها فلا تفرط فيها قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندم قالوا يا رسول الله وما ندامته قال إن كان محزن يتمنى لو أنه ازداد إحسانا وإن كان مسيء يتمنى لو أنه أقلع إذن خلّك دائم خائف من الله مراقب لأوامره تريد الجنة احرص على أوامر الله لا تضيع صلاة الفجر فجر الجنة لا تضيع أوامر الله كل أمر من أوامر الله هو الجنة بإذن الله عز وجل وإذا كنت خائف من النار أي نهي نهاك الله عنه ترهي النار كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يا أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النر فأحذروا من معصية الله ورسوله أنتم لم تخلقوا لرمضان خلقتم لعبادة الله عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبله الثمن في هذا العمر اللي هو ستين سنة أو سبعين سنة أو ثمانين سنة الثمن أبدي يلا تصور هل في مقارنة يعطيك الله بدل هالستين أو السبعين أو الثمانين أو التسعين كم أعطاك أعطاك شيء أبدي لا حد له ما في مقارنة فلذلك عليك أن تكون صادق مع الله صابر على طاعته حتى تلقى الله جل وعلا وتلقى ذلك الجزاء المعد للصابرين نسأل الله نجعلنا وياكم منهم أصبروا صابروا يا الله جل على أصبروا يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لا تكن من من إذا انتهى رمضان ضيع كل اللي جمعه وانطلق مواكع أن ذلك الصابر سلم للشيطان كل اللي هو يبيه واشتبي بس ورعياذ بالله شيطان أطلق ونفسه ما عد في ما عد في شيء يعني من المقويات كالصوم الصوم جنة فصار ما عنده صيام ولا شيء فانطلق مع الشيطان والعياذ بالله في ما حرم الله سبحانه وتعالى والله لا أمن ولا أمان ولا فوز ولا رضا ولا انشرح صدر ولا طمالينة قلب إلا بالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله وانظر إلى الصائم كيف يجد الفرحة عند فطره تذكر أن هناك فرحة عند الموت ها أمقرأوا كتابي عند الجزاء والحساب يوم القيامة عند الموت أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل رمضان شاهداً لنا لا علينا اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من النيران يا رب العالمين ووالدين والمسلمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا ممن صبر قليلاً واستراح طويلة ولا تجعلنا ممن استراح قليلاً فتعب طويلة اللهم أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم وفق أولياء أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينوا مذا ذكروا وتذكرهم مذا نسوا اللهم فرج همنا وهم المهمومين من المسلمين ونفس كربنا وكرب المكروبين واقضي ديوننا وديون المديونين من المسلمين واشي مرضانا ومرضى المسلمين ورحم موتانا وموتى المسلمين واهدي ظالنا وظال المسلمين يا حي يا قيوم صلى الله عليه وسلم عبدنا محمد